اشتركوا في القناة انا مبسوط جدا والله ونبتدي السنة الجديدة معاكم يا رب يعني اللي كان عنده حاجة بنغاص عليه حياته تخلص يعني التدريج كده تخلص ما احنا عايزين بقى دايما الكاتب دايما الكاتب والسيناريست بيبقى هو اللي بيكتب الحالة بتخرج من قلمك الاول قبل ما تتصور ويتم الاخراج بقى وتمثيل وكل ده عاشت حالات كتير وكتبت سيناريوهات كتير واكيد فيها الحلو وفيها المر وفيها المعاناة وفيها التقات الحلوة خلينا الاول يعني نبتدي كده انا عايز اطلع من باسم النهاردة ازاي ارمي كل المصاعب اللي في حياتي ونبتدي سنة جديدة انا عارفك كلام يمكن تقليدي في كل سنة جديدة بنقوله لكن انا عايز اقول كلام مش تقليدي النهاردة بص يقولك حاجة هو غالبا عشان تبتدي تبقى عايش حياة لطيفة لازم بتبتدي من معاناة محدش بيبتدي الحياة لطيفة طول الوقت والحلوة في الحياة ان فيها كده وفيها كده فاحنا لو فيه كده نستمتع بكده وفيه كده نستمتع بكده عشان نعيش انا عارفة ان بس نمر بظروف صعبة كلنا عايشنا بص كلنا عايشنا حياة مش يعني مش طول الوقت لطيفة بتقابل مصاعب مطباطه للوقت صراعاته للوقت عدم استقرار طول الوقت كل الناس معرضة في كل انواع الشغل والمجالات لدوت هي الفكرة ازاي تتعامل مع ده طب قولي ازاي نتعامل مع المصاعب دي وازاي نقوم على رجلينة دي هقولك من خلال تجربتي عشان انا مش لايف كوتش انا فعلا لا بالضبط ولا تنمية بشرية ولا الهاجات دي بس قلبي لك التجربة الحقيقية انا هحكي عن تجربة تجاربي وتجاربي الحوالية وتجاربي الناس اللي عرفها يعني فكرة انه انت لما بتبقى في مشكلة خليك احنا عندي مشكلة حقيقية كان دايما بتحصل في حواري دايما مع الناس التعلق الدائم بالماضي انا عندي مشكلة طول الوقت مع الماضي ما بحبوش مش عشان في حاجة وحشة لأ عشان شايف طول الوقت ان النهاردة اهم يعني انا عايش النهاردة انا جاي النهاردة بنسجل حلقة النهاردة دلوقتي ايو انا ببسط بالوقت ده دلوقتي قبل كده انا معرفوش خلص فاللي بيخلص انا مش برجع له انا دايما بطلع له قدام يعني النهاردة بخلص الورايا بنام باصحة يوم جديد تماما انما طول الوقت احنا عندنا علاقة بالنستولوجي طول الوقت والحنين للماضي طول الوقت وده مش قلطف حاجة مع انه يبدو انه هو فيه طيبة وفيه حنية بس هو مش قلطف حاجة مش قلطف حاجة خالص ده لانه بيخليك واقف عند نقطة خلصت فكأنك عايش حياة فلاش باك يعني انت الحياة لما تفضل طول الوقت فلاش باك انت عشان تتقدم لازم تشوف خطواتك اللي جاي التعلق بالماضي بيريحك لانه مفهوش اي مغامرة انه خلص المستقبل هو اللي فيه المغامرة في تحدي في تحدي ده اللي بيخليك اصلا تعيش في تحدي طول الوقت عشان اروح للمستقبل اصلا اروح وانا كويس ايوه التخطيط يعني انت عندك مشكلة انا بحدد المشكلة بتاعتي الاول خلاص ما طبم وما طبط في الحياة بكلنا بنعاش فيها هخرج منها ازاي انا قبل ما باخد القرار انا مش اندفاعي زمان كنت اندفاعي جدا وبغلط يعني بعمل المشكلة ممكن اغلط ممكن حقي كله يروح مثلا بسبب ان انا انفعلت اه ان انا غلط قلت جملة مش مفروض تتقال دلوقت اه مشكلة ناس كتير على فكرة اه مانا بقولك انا كنت منهم اه يقولك بضيع حقه بكلمة اه ده ببقى غباء اجتماعي ام يعني ده انا بعتبره كنت يعني عندي غباء اجتماعي في دوت انه برضه حسك بذاتك وفي حاجات لازم توقفها شوية عشان تعرف تفكر تمام فبتتحرك القطوة لقدام فبدبدأ تشوف المشكلة ايه فبدبدأ تحل بس انت فعلا بص احنا مع بعض كده اول حاجة معظمنا متعلقين بالماضي اه طول الوقت حتى في الحاجات اللي بنكتبها حتى في الفستات اللي بنشيرها اللي ماهابش كان فين وراح وجيه والاصالة والندالة كله عالناس عدوا في حياتنا صح مش الحاضر عموما لا الحاضر اهم اه وطاني حاجة برضه انت قلت كلمة مهمة جدا يا باسم اللي هو الانفعلات ايو وحقيقة الاندفاع اه كده كلمة ليه ولحت الدنيا وبعد شوية قولي هو لا ايه اللي انا عملت ده ما كانش ينفع قصة انا عمل دوت اه معيننا اللي هي الحق بطل عنا اللي غلطه بالظبط كده ما هو دايما نقولك اخد الحق حرفة صح احنا معندناش برضه كتير مننا الحرفة دي اه اللي هو عارف انت اللي هو اللي يقولك الصنايعي ايو عارف ابتوه زمان يقولك ده ده بيبقى عايز صنايعي يعني صاحب حرفة ايوه صح بيبقى اننا في رأس سنة جديدة اه لو انت عندك مشاكل انا انا بدأت احل مشاكلي بنفسي في الاساس لاننا اللي كنت عايزة احل لو انت اللي مش عايزة تحل انت مش هتحل حتى لو جبتلك ميد دكتور يحكيلك ورقة جبت ورقة من كذا سنة وكتبت فيها انا محتاج ايه ايه اللي ناقصني ايه اللي محتاج هتعلمه ايه الخطوات اللي المفهودة اخدها ايه الحاجات اللي المفهودة اخدها دلوقتي وفيه حاجات اخدها بعد كده يعني عادت خططت كده شوية وفيه حاجات ممكن معرفش عاملها قوي بس مثلا منها وقت الكتابة انا زمان كنت بكتب في اي وقت اللي هو ايه المزاج والبتاع وده مش حقيقي اكتشفت انه فيه وقت كبير جدا بيضيع فبقيت اشتغل تعلمت مثلا من كان الاستاذ النجيم محفوظة اللي ارحمه كان بيشتغل في وقت معين فيه خيري شلبي كان بيكتب في وقت معين يعني كبار الكتاب في العالم كانوا بيكتبوا في وقت معين اه ايا كان نوع الوقت اي وقت اي حتة في الوقت انت في اليوم انت تشتغل فيها فلما من 8 سنين او 9 سنين بدأت اشتغل من الصبح لحد مثلا لو انا مثلا بكتب في رواية مثلا بتلاقي لي بكتب من الساعة 7 الصبح يوميا لحد الساعة 12 واليوم يخلص انا كده خلصت كتاب قفلت بقيت اليوم انا بعمل حاجات طبيعية جدا ملاش علاقة بالرواية نهائي مش بعد افكر فيها لازم اخلع منها عشان ارجع لها يعني تنظيم الوقت ده اهم حاجة تنظيم الحياة انت عارف يا باسم كم مرة دكتور نفسي استضيفه يعني الحمد لله يمكن حلقات وحلقات الاف من الحلقات اه شفت حاجات منها اه يعني كم واحد يقول لي ايمان هاتي ورقة وقلم ونصحي الناس كلها اللي بيسمعوكي واللي بيشوفوكي يعملوا كده انا يا باسم بوعيدك دلوقتي عشان انا لغايد دلوقتي على سنين فاتوا لمسكت ورقة ولا قلم ولا كتبت زي ما تكترة كانوا بيقولولي وناس حتى خبراء طاقة قالك اكتب الحاجات انت بتجذبي الطاقة وبتجذبي الحاجات كلها اللي انت بتبقى عايزها معرفش ليه عقلي الباطن رافض يقول لي يعني هي الورقة والقلم يعني هتعمل لي ايه يعني 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 ايه ونصحي بخط اليد اه بخط اليد شوف الناكاشة بتاع الخط ايدك شوف حروفك اللي انت بتكتبها وهتتعلق بيها وتبصيلها كل يوم دي حاجة نفسية حاجة نفسية انا الى الان في حاجات ما بيعرفش اكتبها على الكمبيوتر على طول اه يعني في مثلا مشاهد معينة مثلا من المسلسل في مشاهد معينة ما عرفش اكتبها على الجهاز على طول لازم تكتبها الاقول عليهم لازم مرأة وأقلم لازم أحس اللي أنا بكتبه و أشوفه بعناية كدهوات لأن بشوفه و بيقول طيب يبقى نمسك وراء وقلم وكتبت كل الحاجات اللي أنت عايز تعملها بعد كده كل سنة بيبص فيها ولا كل شهر ولا كل يوم لأ دي بقى فضلت أنا غيرت منها حاجات جزرية زي بالظبط لو أنت لك تنظيم الوقت عندي شغل لأن إحنا أخذ بالك طبيعة عملنا ككتاب أو فنانين أو مزعين أو كده إحنا أغلبنا أقرب للكسل من العمل بعكس الناس ليه لأن عندك مبررات كتيرة جدا نفسية تقدر تقولها لنفسك أن أنا مزاجي مش حلو مثلا دي بدون الحاجات فتلاقي نفسك ما اشتغلتش يعني أنت طول الوقت شجع نفسك على العمل لأنه إحنا زي بقول لتلك أنا لو أنا استسلمت للحالة دي بالمزاجية بتاعتي دي مش هاشتغل مش هنتك حاجة طيب هل أنا لما ببص على الورقة بقى اللي أنا كتبتها وكل أحلامي أو كل حاجات اللي أنا عايز أعملها هل لما بشوف حاجة تحققت منها حاجة أو حاجتين دي بتديك طاقة بقى يعني اعتقد بتديك لو بصي حتة قد كده هتخليك تعملي حتة اللي قد كده فالحتة قد كده تعال تعالي عملي تجربة كده عندك على حتة ابداقي اليوم أن أنا هرسم الحتة دي أو هنضف الحتة دي أو حط هنا بوينت حط هنا عملة أو حط حاجة وشوفي بعد آخر أسبوع هتلاقي فيه جزء بعد كده بعد أسبوع الثاني هتلاقي فيه جزء هتلاقي نفسك في آخر فترة قريبة جدا أنا تكوني خلصت لينت عايز تعمليه برضو إحنا نعمل ده ما تيجي نعمل كده ناخد قرار كده مع باسم من أول سنة نعمل تجربة آه إحنا نعمل اليوم نجحت نجحت نجحتش أشتر آه يعني إلا يحصل يعني ما تيجي نجرب ساعة بعدين دايما الأفلام دايما الأفلام المؤثرة جدا يمكن متفرج عليها الأجنبية بتاعت زمان دايما تلاقيهم فعلا في الأفلام دي حاطين ورق كده على التلاجة لازقين كده ورق حاطين في القومة كده ورق لازل طبعا يعني أتري موضوع الكتابة ده أكيد ليه صحيح صراحة بعد التجربة أنا بقولك أنا استفدت جدا من التجربة دي أنا بقولها كحاجة أنا عشتها كبنياء ده معادي خالص آه منتخطف المأذك من الحياة اللي احنا بنقع فيها دي وبحاول إن أنا صلاحها طول الوقت طب إراك يا باسم ننزل مع بعض الكاميرا يحكى أنه نزلت في الشارع وشافت رأيي الناس ايه عن موضوع حلقتنا النهاردة والسنة الجديدة تعالوا نشوف مع بعض ونرجع تالي يالله بيلا يالله بيلا النفسي اتغير بس الزمالك إن شاء الله كده أخد بطولة السناتي كده مع السنات الجديدة وأنا فعلا بحب التغيير يعني ما فيش حاجة معانة يعني في دماغي دلوقتي ممكن أغير أنا ممكن أغير عربيتي هو أنا أمن الشخصات اللي بيحب التغيير على طول وممكن بحب يعني آآ مهارات جديدة اكتسبها آآ أصحاب جداد أماكن جديدة رحب أشوفها آآ يعني بحب أستكشف العالم يعني والله أمنياتي في السنة الجديدة يكون خير وسنة سعيدة علينا وعلى المسلمين وعلى مصر كلها والله يعني أنا نفسي أبطل التدخين بس دي أمنياتي في السنة الجديدة لأنا كن أبطل التدخين يعني والله اي حاجة Tôiunu أغيرها إن شاء الله في السنة الجديدة uh... الحاجات اللي ممكن تتغير في السنة الجديدة بالنسبالي الواحد ممكن يحاولي يكبر في شغله آآ بنسبة البيت ورؤسرته مسلا لو في حاجات مقدرش يحقق هالسنة اللي فاتت نحاول نشوف إهلي ممكن نقدر نعمله hillsnana إن شاء الله بإذن الله كسنة جديدة ونحاول أن إحنا نطور من نفسنا أن نبقي أحسن إن شاء الله يعني يعني أتمني في السنة الجديدة ناخد كورسات مثلاً أو أي حاجة كورسات دراسات كده تغيرني الأحسن يعني بالنسبة للسنة الجديدة إن شاء الله يعني نغير يعني السلبيات بتاعتنا تبقى إيجابيات نغير كشخص من مجتمع لبلد لكل حاجة وارجعنا لكم تاني مشاهدينا ولسه معانا في الستوديو الكاتب والسينارست باسم شرف باسم أنا بقى عايزة بروح بقى للحتة بقى الفنية والدرامية طبعاً ما شاء الله يعني مش هنحسد من أول السنة ماشاء الله ماشاء الله أعمالك كتيرة وأعمالك مميزة في الروايات أو المسلسلات يعني طبعاً ما نقداش ننسى راجل وستة ستات تامر وشوقية الفضيع اللي بيتكلم عن مشاكل دايماً الراجل والستة والحمى وصحابهم ويعني كنت عامل توليفة كده ومنطقة شعبية ومنطقة شعبية واحد كلاس وحد داني في منطقة شعبية ويمكن الحتة دي بقى اللي يعني يمكن أكتر المشاكل اللي بجلنا في الانفصال العاطفي والانفصال الجواز وكله إنه هيئة هو كان من مستوى وأنا من مستوى هو كان أقل مني أنا أعلى منه هو كان أصغر مني وأنا أكبر منه هو معرفش إيه يعني التأسيم التأسيم اللي هو إنه كل حاجة عايزين نحطها في علبة عشان نقفلها ونحطها على جنب ودي خلصت بالنسبة لنا هو ده هو ده مش حقيقي خالص لأسباب إنه كل حتى كل الطبقات ما بقتش طبقة واحدة يعني ما فيش طبقة شعبية دلوقتي خلصة مخلصة يعني المنطقة الشعبية غير المنطقة العشوائية غير جوة كل حتة من دول هتلاقي فيه الناس اللي جوة المنطقة دي اللي مستواهم المادي مش جامل بس مستواهم العلمي والثقافي عالي تمام وده التراتوبية بتاعة ماركس اللي هي المثلث يعني كل ده تغير القضية الكبرى كل ده تغيرت يعني ما فيش حاسمها الخير الكامل وما فيش حاسمها الشر الكامل أنا مؤمن طول الوقت إن كل الحاجات متدخلة كل الحاجات دخلة في بعضها ومعقدة بشكل كبير جدا وكل ما بتتعلم وبتبدأ تخش وتقرأ فيها بتلاقي الدنيا دخلت في بعضها أكتر فبتلاقيش الدنيا ماشية بالشكل اللي الناس مستنيها ما تستناش طول الوقت الحاجة العظيمة اللي هتحصل لك ما تستناش حاجة تغيرك غير إلعب بإيدك وغير يعني أنت خش جوا الموضوع بنفسك واتلاقي الموضوع فعلا بيتغير جرب يعني جايز تنجح يعني بدل ما أنت خلاص أنت مكرر للفشل جايز تنجح اسمع بنفسك يعني يعني خلي الحياة و الدم عينيك بلورة ولعب يعني حاول تعمل حاجة يعني مثلا لو أنت مثلا عايش في منطقة مثلا شعبية وكلنا جايز من مناطق داية كان الله رحمه أمي كانت دايما البيت تحس أنه هو بيت جنة اللي هو إيه؟ الله يرحم الحاجات في مكانها ألوان نضيف مرتب نضيف بالرابع عليك رحت الأكل الحلوة طبعا يا تحس بيت داية الألوان بتاعت الستاير مع المخدات مخارش اللي كان بيحطوها جدا بصي حاجات بسيطة جدا ما كنتش فاهمها زمان بس فهمتها دلوقتي لما بقى عندي بيتي إنك إزاي بتصنع البهجة جوه أي حتة جوه أي دكانة في الدنيا عندك حتة بلكونة صغيرة قد كده ازرع أربع خمس زرعات صدقني نفسينا تتغير زمان برضو أهلينا وجدودنا كانوا يعودوا يزرعوا النعناع في البلكونة طبعا كان يقول لك نغير شكل البلتكانة نعمل مش عارف إيه في النملية اللي هي اللي حاجات بتاعتهم وفاكر زمان لما كان لازم أهلينا يغيروا حاجة في البيت في العيد هو قبل رمضان رمضان يقول لك ده موسم رمضان تشوف داخلة رمضان ريحة الشوارع عاملة إزاي داخلة رمضان تلاقي الساتين بتتغير تلاقي المفرش على الصفرة اللي كلنا بنأكل عليه كل يوم بيتغير ما ده تغيير صح الألوان الحلوة بتدي نشاط قدرنا نعمل ده عملنا جربناه ونجح والناس كلها بتحبوا أنا شخصان بحبوا جد بس مش كل الناس بتعمل كده بس لا بس دلوقتي لا أوفير لغد دلوقتي بنشتعل إحنا نعمل ده يعني أنا بحب الأجواء بتاعت رمضان جد بحب أجواء الكريسمس جد بحب الأجواء اللي فيها الناس مبسوطة طيب بما إن إحنا برضو في السنة الجديدة ودخلين عليها يا وخلاص إحنا أول يوم لكن لو حد جي قالك يا باسم كده أعدت مع كم وعبالش لو حد جي قالك عشان أنا أعرف أن أنت دايما بتسمع للشباب ودايما بتسمع لصحابك ودايما أنت معين مرد بكتير بس الحكيم لصحابك يعني صاحب الجدع طويل الوقت اللي عمره ما بيبخل بمعلومة على صحابك وأنا شفت ده بنفسي لكن أكيد قابلت ناس كتير قوي في صحابك اللي هو مش عارف يرتبط مش عارف أنا بشوف كتير أنا كل واحد في عيب يعني لو مثلا البنات لو تيجي تسألت ما هو ده بس تلع بخيل روحت الواحد تاني كريم جدا بس كداب وبتاع حوارات طب ما عندوش شخصية أيوا سبت البخيل وبتاع الحوارات ده ما عندوش شخصية ده بقى ابن مامي بقى يعني ماما هي اللي بتقرر كل حاجة وترن عليه في تليفون يجي له صرع فكل واحد في عيب لدرجة ما بقناش عارفين نرتبط طب نعمل ايه انت قلت حتة كده خدتني للنقطة دي انت ما تواضيش الكمال قوي كل حاجة بس طب نعمل ايه ده ما هو دي مشكلتنا بقى مشكلتنا طول الوقت احنا عايزين الحاجة كاملة مكملة واحنا نقصين يعني مفيش يعني لازم انت اواخد بالك انت لو ربنا يعني بعتك في الحتة دي وانت اخترت الشخص ده ايش معاه التجربة وفي حاجات لازم يعني نسامح فيها بصي فكرة الاختيار على ايد المعين ده ده فاشل التجربة كل تجربة جديدة يعني كل واحد بيخش تجربة نفس الشخص بيخش ثلاث تجرب أربع تجرب وهو نفس الشخص بيبقى شخصي تاني هي الفكرة انك انت عايز ايه من العلاقة دي لازم نحدد احتياجتنا انت عايز ايه من العلاقة دي مش رغبتنا لو انت بتختار انما فيه علاقة انت بتتورد فيها نفسيا انك خلاص انت حبيت الشخص دوت لان احنا لما بنعلن ان احنا بنحب احنا حبينا قبل ما نعلن فمش اللحظة اللي بنقول فيها انا بحب هي اللحظة اللي انا بحب فيها لا انا حبيتنا قبل كده تعارف يا باسم تعارف انا صريحة طبعا انا طبعا يعني انا دايما بقول للناس اختاروا ودي حقيقة لازم يختاروا يعني ان انا اختار صح يعني على الاقل المقييس السوابت يعني السوابت يعني لكن انا مع بقى ايمان من جوه ما فيش حاجة اسمها اختيار الحب ده بيجي زي القدر كده توريت انت متوردت انا شفت واحد حبيته حبيته حتى لو هو يعني من بلد تانية ولا من مكان عشوائي يعني انا حبيته فييجي وقولك اصلا انا مش عارف حبيتها ليه لا ما انت مش هتعرف حبيتها ليه ما انت لو عرفت هتسيبها تعرف فعلا ان اول ما بيعرفوا هم حبوا ليه بيسيبوه حاجة غريبة جدا ما هي الفكرة انك انت عشت تجربة وانت راجل ربنا ميديك طاقة على انك تقعد تجرب ايو وتخش التجربة خلاص خلصت تمام يعيش التجربة اللي بعدها ما تحبطش وما تزهقش وما عممش ان ده زي ده زي ده نفس الشخص اصلا هو عبارة عن ميت شخص ما بالك بقى الميت شخص عبارة عن كام شخص لانه انت لما بتخش انت في كل لحظة انت بتتغير العالم من حواليك بيتغير اللي بيحصل حوالينا ده بيخليك تتغير انت نفسيا مش انت من سنتين يعني فلازم تبقى وخد بالك من كل ده طيب خلاص في قدل دقايق لكن انا بسريعا كده عايزها في ايه اخر اعمالك لشغال فيها باسم دلوقتي مفروض عندي كتاب جديد اسمه لو كنا نطير لو كنا نطير ده احنا هنطير كلنا ده اصلا يعني كتاب القابل ده كان لو قابلتك من زمان نزل من سنتين او ثلاث سنين فده شغال عليه بقى لفترة برضو طويلة فنفسي بقى يعني خلاصوا ان شاء الله عشان نلحق المعرض لا خلاص ان شاء الله يخلصوا نقدر معك في المعرض ومفروض في مسلسل ان شاء الله ربنا يسائل متحضروا يعني بعد جروب الدفعة كان اخر حاجة عملناها كانت قابل رمضان اللي فات على طول ومفروض بقى بحضر حاجة جديدة ان شاء الله اكثر مسلسل عمرك يا كتاب دايما ده علامة في حيات باسم والله اكثر حاجات ان الناس بتحبها يعني من الحاجات اللي احنا عملناها فيها اكثر حاجة نكحت اه تمير وشوقية وراجب الستان تمير وشوقية وراجب الستان عشان اجتماعي بالله عشان ربنا اراد ان احنا ننجح ايوه صح كده يعني عشان اجيبلك من الاخر لانه فيه حاجات تانية احنا عملنا فيها كل الحاجات اللي نجحنا وما نكحتش لبسط في حيط عادي زي حاجات تانية حيوة عشان كده بقى أنا عايزك تقول لي جملة أخيرة مع السنة الجديدة كده تخلنا السنة الجديدة الطاقة دي اللي هو ربنا أراد إن ده ينجح عشان فيه ناس كثير انت غامر وعافر ومتستسلمش ولو جالك وقت استسلمت رايح رايح شوية عادي جدا وقوم كمل عادي في الحياة زي ما انت عايش وفي نفس الوقت حط لنفسك خطة اللي هي خطة هتخلص فيها حاجات بكرة الصبح اللي هو هافتر حطها من دن الخطة عادي وفي حاجات محتاجة شغل ومشتغل عندك مشكلة مادية أهلينا متربنا في وسط بيوت يعنينا كان بيشتغلوا طالع أربع شغلانات وما كانش حد فيهم بيشتكي يعني طول الوقت حاول نفسك باللي بيشتغل ابعد عن الناس اللي طول الوقت بتاخد منطقتك اللي بتأثر عليك سلبي بشكل سلبي اللي بيحبطوك كل ده يعني حاول تبعد عن كل ده وحط لنفسك خطة عمل حياتية لمدة سنة قولنا هنعمل كذا وإن شاء الله هتنجح كل سنة وانت طيب يا باس وانت طيب يا إيمان وانت طيب يا إيمان يا رب دايما نكحين كده موفقين إن شاء الله إن شاء الله يا رب وسنة حالو علينا كلنا إن شاء الله إن شاء الله يا حبيب